السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم عزيزيز المشاهدين في حلقة جديدة على قناتكم بحبك يا بلادي من كم يوم شفت فيديو كده لعمر السومة لاعب نادي العربي القطري وهو بيسد التسديدة كده فضائية يعني تسديدة تحس إن اللي بيلعب ده لاعب مصارعة مش لاعب كرة قدم الكرة نزلة من فوق وهو بقدمه ليومنا على ما أتذكر الكرة نزلة شطها مرة واحدة فرست تايم خبطت في العرضة سمعت صوت العرضة وأنا قاعد هنا في الصعيد في مصر عمر السومة يعني فيه إعلامي سوري من حلب الأستاذ ميشيل سعد ميشيل سعد من الإعلاميين السوريين المتميزين وليه مسيرة كبيرة في الإذاعات في لندن إذاعة لندن في انجلترا ويعلق على الدور الإيطالي على قناة الدور الإيطالي الرسمية ميشيل سعد أتذكر أن كان لي مقولة عن عمر السومة كان دايما بيقول على عمر السومة عمر السومة هو الموهبة التي تفجرت في الوقت الخطأ بمعنى عمر السومة دلوقتي في زروته في أعلى نقطة لي للأسف هو تفجر كموهبة في الوقت اللي فيه المنتخب تحت خالص إزاي هتستفيد بلاعب الحجم ده وبالإمكانيات دي مع منتخب سوريا وأنت معندكش منتخب أه أنت عندك مدرب هكتور كوبر أه أنت عندك لعيبة أه أنت عندك قائمة آه عندك محترفين من الأرجنتين اتنين ودخلين كمان على اتنين كمان لكن المحصلة النهائية أنت معندكش منتخب يعتمد عليه نقدر نقول إن المنتخب كله مكتمل وتعالى بقى نحط الكريزة أو نحط الدرة اللي اسمها عمر السومة واللي يقدر بقى يجيب أهداف كتيرة جدا جدا مع المنتخب السوري ليه أنا بقول لكم كده لإني خلال الفترة الحالية ويمكن بعد ما عمر السومة ترك الدور السعودي وترك الأهل السعودي والأهل متضحضر بيه الحال اللي امتبع منكم الأهل السعودي خلال المباريات اللي فاتت تعرض لهزائم مستمرة ويمكن آخرهم كانت مباراة أبها امبارح اتنين واحد في كأس الملك أيضا الأهل السعودي خسر من النصر أربعة ثلاثة فاز على العين ثلاثة اتنين تعادل مع الاتفاق صفر صفر فاز على الاتحاد واحد صفر فاز على الوحدة ثلاثة واحد خسر من الهلال ثلاثة واحد خسر من أبها ثلاثة واحد الوضع الآن في الأهل السعودي وضع كارثي وعايز أقول لكم أن الجماهير السعودية دلوقتي بتطالب بعودة عمر السومة بأي تمن وبأي طريقة هل ممكن عمر السومة يعود للدور السعودي؟ من حيث الإمكانية وارد كل شيء وارد وفترة الانتقالات المقبلة الشتوية بعد حوالي شهر ونص من الآن في أول يناير ومن السهل أن يعود عمر السومة للدور السعودي وللأهل السعودي ولكن طبعا الإشكالية الأكبر هي إشكالية إدارية والكل أعتقد منكم عارف أن إدارة الأهل السعودي لا تحب ولا تفكر في أن هي تأتي بلاعب زي عمر السومة بياخد الكاميرا منهم يعني عارفين أنتو لما نبقى قاعدين كلنا في ترابيزة بنتعشة ترابيزة صفرة أو طابلية بتشيل من هنا خمسة ومن هنا خمسة وهنا واحد وهنا واحد المنطق بيقول أن أهم شخص بيبقى قاعد على رأس المائدة اللي هو رب الأسرة الأب الجد كده يعني طب ينفع الجد يقعد على الطرف هما بيقولوا لا ما ينفعش أنا بقول لكم أهم شخص يقعد في أي حت ليه؟ لأنه هو اللي بيحدد رأس الترابيزة فيهن لو حد ذو حيسية وذو مكانة يقعد على طرف الترابيزة أو الصفرة وياخد كل السوكسي وياخد كل الإضاءة وياخد كل التركيز من الجماهير عمر السومة كده يبقى الأهلي بيلعب مباراة مع الاتحاد والناس كلها رايحة تتفرج على السومة ولا هميمها بنزيمة ولا هميمها حمضالة ولا هميمها الاتحاد ولا هميمها الأهلي ولا هميمها مدرب الأهلي ولا يفرق معهم أي حاجة من دي خالص دي المشكلة بتاعة عمر السومة مع النادي الأهلي السعودي إذن من حيث الإمكانية ممكن يعود ولكن الفكرة إن الإدارة رفضة الفكرة ثانيا فرمنو دلوقتي هو ماسك مكان عمر السومة وفرمنو لعب أول مباراة أمام الحزم جاب ثلاث أهداف هاترك طبعا كل الناس بصت في الأرض وقالت يا كسفتنا ده طلع فرمنو أجمد من السومة وإز سبحان الله سبحان الله ييجي لفرمنو عقم تهديفي في 11 مباراة يعني فرمنو لعب 12 مباراة سجل في مباراة واحدة اللي هي المباراة الأولى أنا ما بشماتش والله اللهم لا شماتها والله لكن أنا بتكلم معاكم عن عن واقع بكل أسف إحنا عايشين إذن عمر السومة أمر عودته للنادي الأهلي أمر ده بإيد النادي الأهلي وبإيد إدارة النادي الأهلي وبإيد عمر السومة نفسه شخصيا ممكن هو يرفض ممكن يقول لا أنا ما رجعش أنا للأهل السعودي اللي سابني واللي مش عارف إيه واللي وإيه وأيضا الأمر بإيد النادي العربي القطري لكن أنا اللي جاي أتكلم معاكم عنه النهاردة هو موضوع أهم من عمر السومة وعودة عمر السومة للأهل السعودي وهو موضوع دعمنا لموهبة عمر السومة بالمنطق وبالحسابات وبالورقة والقلم زي ما بيقوله عمر السومة أمامه في الملاعب سنتين تلاتة أربعة طبعا هو عمر السومة قبل كده وصرح على موقع وين وين مع الأستاذ الإعلامي مازن الهندي الأستاذ الإعلامي المحترم واللي دايما بنتابعه أني هو ممكن يلعب لحد الاربعين هو قال كده ممكن يلعب لحد خمسين عادي طول ما هو فيه نفس هيلعب لكن احنا بنتكلم على أرض الواقع هو اللعب العربي عامة عند الستة وتلاتين سبعة وتلاتين سنة بيبدأ ينزل بيبدأ الكيرف بتاعه ينزل ومش هينفع أنه هو يبقى بيلعب و يعني يشوف مستوى بينزل قدامه فبيضطر أنه هو يعتزل وهو اسم كبير كده زي في راس الخطيب وبالتالي نحن أمامنا مع عمر السومة سنتين مع المنتخب السوري ومع كرة القدم بشكل عام الفيديو ده رجاء رجاء لكل الناس عشاق كرة القدم السورية وعشاق الأهل السعودي وعشاق منتخب سوريا ادعموا عمر السومة ادعموا عمر السومة مع منتخب سوريا ادعموا عمر السومة مع الأهل السعودي لو عاد ممكن الأمر طبعا بعيد جدا لكن كل شيء منطقي ادعموا عمر السومة مع العرب القطري ادعموه ادعموه يستاهل أكتر من كده ميت مرة الدور السعودي دلوقتي اللعيبة بتموت بعضها على 11 هدف وهو 11 هدف دول كان بيجيبهم في 3 ماتشات مش في 12 ماتش يعني كريستيان ورونالدو هدى في الدور السعودي ب11 هدف اللي هو عمر السومة عذرا يعني كان بيجيبهم في 3 ماتشات مش في 14 ماتش و15 ماتش وانت بتتكلم عن كريستيان ورونالدو شوف بقى مدفوع عد ايه في كريستيان ورونالدو فالفيديو ده يعني هدية مني لعمر السومة وعرفانا مني بعمر السومة وبمستوى عمر السومة واللي خلاني احس بدا هو تلك الحالة من الحالة الهزلية من الفراغ لدى الاهل السعودي الان اللي هو متخبط تماما يعني هيقيلوا المدرب وهيمشوا فيرمنو وهيعملوا مش عارف ايه و ايه كلام طبعا يعني يبين اني لا صح الا الصحيح وان الدور السعودي تخصص عمر السومة وان الاهل السعودي بدون عمر السومة خسر الكثير والكثير على اية حال اشكركم على حسن المتابعة مستني اعرف منكم ورأيكم تحت في التعليقات في الكلام اللي انا قلته دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة